موسيقى وزارة البترول والثروة المعدنية تعلن اطلاق مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 24 منطقة ارتفاع الانتاج الصناعي الامريكي بقوة رغم نقص اجباه المواصلات ارتفاع اسعار النفط العالمية لتبلغ اعلى مستوياتها في 13 شهرا بسبب البرودة في تكسس موسيقى اهلا بكم ونشاطنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم من شاشة النيل اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن طرح اول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي واستغلالهما لعاني 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابدة للغازات الطبيعية ايجس من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج في 24 منطقة بخليج السويس والسحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط جاء ذلك بالتزامن مع اعطاء اشارة بدء التشغير الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والانتاج كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لانشطة البحث والاستكشاف والانتاج في مصر بمعايير عالمية وذلك في اطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطع البترول اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن عقد فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية والتي عقدت بالرياض خلال مايو 2018 الاجتماع الثاني عبر الفيديو كونفرس وذكرت الوزارة ان الاجتماع يأتي في اطار توجهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة باهمية تفعيل العمل المصري السعودي المشترك لتوثيق الروابط الثنائية التاريخية بين البلدين واستهدف الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المشتركة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والجمارك والكهرباء والطاقة والنقل والاسكان عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الرأي حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمصلحة الرأي وعلى رأسها المشروع القومي لتأهيل الطرع ومشروع التحول من نظم الرأي بالغمر الى نظم الرأي الحديثة ومناقشة مشروعات تطوير المساقي وإدخال مشروعات الرأي الحديث بالمراكز الواحد والخمسين المشمولة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال الوزير انه تم الانتهاء من تأهيل الطرع باطوال تزيد عن 1000 كيلو متر وجاري تنفيذ طرع باطوال 4000 كيلو متر اخرى ترجعت مؤشرات البورسة المصرية بشكل جماعي قبيل ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والاجانب بينما مالت عمليات المستثمرين المصريين نحو الشراء وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة مستوى 696.8 مليار جنيه بعد تعاملات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه ترجع المؤشر الرئيس للبرصة اي جي اكس 30 بنسبة 30 من 100 بالمئة كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 99 من 100 بالمئة للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أستاذة حنان بعد التحية كيف رأيت أداء السوق اليوم مساء الخير يا فاندم هو حديث زي ما ذكرت انه في انخفاض لكافة المؤشرات والمؤشر الرئيسي عامل انخفاض اكتر من 30 من 100 بالمئة طبعا المؤشر الرئيسي كان بتدول الاسبوع اللي فات عند مستوى 11500 نقطة احنا نتكلم دلوقتي بـ 11500 نقطة هو كان وصل لأعلى نقطة 11700 نقطة ثم عاود الانخفاض منه مرة أخرى وبيرجع انخفاضات المؤشر الرئيسي لعيدة أسباب منها ان فيه طبعا كان فيه إيقاف لبعض الأسهم عشان خاطر التأثين وفيه كان أسهم عشان خاطر الصحار ده أثر على السيولة تأثير سلبي وأثر على تدولات احنا شفنا طبعا قيام السيولة النهاردة ارتفعت نوعا ما كان فيه تجميع في آخر الجلسة على بعض الأسهم المتواجدة في المؤشر السابعين البتدى يحظى لاهتمام من قبل المتعملين وعلى الرغم من هو واقع فيه منطقة جاني أرباح إلى أنه برضو فيه بعض التحركات الجيدة للعديد من الأسهم طب الكلام على رفقات وجنسات المتعملين النهاردة المصريين والأفراد عملوا فرق شراء أما العرب والأيان المؤسسات عاملين فرق بيع وكنا شفنا المؤسسات الأجنبية كتعاملة فروق شراء في خلال جلسات الأسبوع ولكن تعاملاتها تبقى شبيهة بتعاملات الأفراد في التحركات السريعة وعدم الاستقرار بالاستثمار طويل الأجل وشفنا أن الأسهم القيادية ما كانتش محط اهتمام المتعملين لأن كان فيها جزء من مبيعات القوية وطبعا حتى ننتظر الفترة الجاية قوائم الأعمال ونتائج الأعمال على الربع الأول فممكن نشوف تحركات جيدة في الفترة الجاية مع اتفاع مقايمة تداول تؤدي إلى انتقال المؤشرات بالكامل منطقة الخضراء أستاذ حنان ربسيس خبيرة أسواق المال شكرا جزيلا لك تتواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية الذي تنظمه وزارة التضامر الاجتماعي تحت شعار مصر بتتكلم حرفي في نسخته الواحد وستين ويستمر المعرض حتى الخامس والعشرين من فبراير الجاري بالقاهرة الجديدة تحت شعار مصر بتتكلم حرفي تستمر فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والذي تنظمه وزارة التضامر الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مجموعة من العارضين وأصحاب الحرف اليدوية الهدف من المعرض هو ترويج المنتجات والحرف اليدوية كمان علشان ندي فرصة للشباب طبعا خاصة وللنساء والذول الاحتياجات الخاصة طبعا دول اللي بياخدوا مننا يعني أكبر حاجة عاوزين نعملها لهم تضمنت منتجات العارضين المشاركين في المعرض السجاد اليدوي والمنتجات الجلدية والخيامية والمصنوعات الجلدية والخشبية وغيرها من المنتجات التي تعبر عن ثقافة وتراث المحافظات المشاركة بنحط على جزء النخيل بعمل أشكال تراثية بوسق بها التراث الشعبي بتاعنا بتاع محافظة الوادي الجديد برضو المعالم الأسرية بعمل حاجات دكورية يعني مثلا زي الأشكال اللي هنا موجودة عندي برضو يعني بعمل أي أشكال تناسب البيت المصري برضو نعم شاركين كانال فلاورز بنشتغل منلي في الكليم والكوشنز وبعض المنتجات التانية اليدوية زي الخزف والفخار بنحاول إن احنا نتواجد في المعارض ده عشان نقدر نحن نتيح فرصة للمنتجات إن هي توصل لأكبر عدد من الجمهور وكمان ده مردود لدى الحرفيين إنهم يقدروا يشتغلوا أكتر ويبيعوا أكتر فتبتدي الصناعات دي تنتعش يهدف المعرض إلى دعم الصناعة الحرفية الوطنية ومساعدة العاملين بها من الشباب على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتعاون مع كافة الجهات لتعزيز هذا الدور وتشجيع شباب العاملين في هذا المجال على الترويج لمنتجاتهم المتميزة من خلال المعرض التسويقية المختلفة معرض ديارنا يحول عديد من المنتجات سواء التقليدية أو اليدوية والتي تعبر على مختلف الثقافات داخل المجتمع المصري وكذلك المنتجات التي تعبر عن الحضار المصري القديمة ليكون المعرض فرصة للمواطنين للتسوق والتعرف على مختلف الثقافات المصرية منذ رابدوح النيل ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير رغم الضغوط على إنتاج السيارات بسبب نقص في أجباه الموصلات مما يشير إلى متانة التعافي بقطاع الصناعات التحولية قال مجلس الاحتياطي للتحدي إن إنتاج قطاع الصناعات التحولية ارتفع واحدا بالمئة الشهر الماضي بعدما زاتها تسعة من عشر بالمئة في ديسمبر وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي تراجع إنتاج السيارات ومكوناتها سبع من عشر بالمئة في يناير حيث يعيق نقص أجباه الموصلات الإنتاج في مصانع السيارات أفاد تقرير صادر عن المكتب الفيدرالي للإحصاء الألماني أن الصناعة الألمانية في حالة انتعاش برغم تفشي جائحة كورونا مشيرا إلى أنه يمكن للصناعة الألمانية أن تخوض عام الكورونا الثاني بمخزون عادل متزايد وأوضح التقرير أنه خلال شهر ديسمبر الماضي زاد ترقم الطلبات على الصناعات الألمانية لشهر السابع على التوالي بنسبة ثلاث من عشر بالمئة كما زادت الطلبات المفتوحة من ألمانيا بنسبة واحد من عشر بالمئة مقارنة بالشهر السابق أما الطلبات الواردة من الخارج فزادت بنسبة ثلاثة من عشر بالمئة سجلت شركة جازبروم نفط روسية زراعة نفط التابعة لشركة الغاز الحكومية جازبروم انخفاضا واحد وسبعين بالمئة في صافي ربح 2020 إلى مئة وسبعة عشر فاصل سبعة مليار روبل ما يعادل واحد فاصل ستين مليار دولار اليوم وذلك بعد تهاوي الطلب على الخام وأسعاره وقالت الشركة إن الإرادات نزلت عشرين بالمئة إلى تريليوني روبل بينما تراجعت الأرباح إسنتين وأربعين بالمئة إلى أربعمائة وخمسة عشر فاصل أربعة مليار روبل في أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط مجددا اليوم لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة عشر شهرا إذ شهدت الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف من أن التقصى البارد المفاجئ في تكسس قد يعطي الإنتاج الخام الأمريكي لأيام أو ربما لأسابيع وصعيد خام القياس العالمي مزيق برينت واحد واربع من عشر بالمئة إلى خمسة وستين فاصل ثلاثة وعشرين دولار للبرميل وربحت العقود الآجلة للخام الأمريكي واحد وواحد من عشر بالمئة إلى واحد وستين فاطل ثمانين دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير الفين وعشرين وإلى سوق النقد الأجنبي سجل الدولار تدولات عند أقل بقليل من مستويات مرتفعة بلغها في الأونة الأخيرة اليوم بعد أن حقق أول مكاسب متعاقبة على مدى اسبوعين إذ عززت بيانات متفائلة توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي يتعافى من جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسرع من نزرائه وجرى تدول بتقاين قرب المستوى القياسي المرتفع الجديد البالغ اثنين وخمسين الفا وستمائة وأربعين دولار ونزل مؤشر الدولار خمسة عشر من مئة بالمئة إلى تسعين فاصل سبعمائة وثماني وأربعين واستقر الدولار تقريبا عند مئة وخمسة فاصل سبعمائة وخمسة وثلاثينين وجرى تداول الجنيه الاسترليني فوق واحد فاصل تسعة وثلاثين دولار مقابل العملة الأمريكية بلغ مستوى مرتفعا جديدا مقابل اليورو عند ستة وثمانين فاصل سبعين تنس إلى هنا انتهت أخبارنا الاقتصادية ولم يتبقى سوى التسكير بأهم العناوين وزارة البترول وثروة المعدنية تعلن إطلاق مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في أربعين وعشرين منطقة ارتفاع الانتاج الصناعي الأمريكي بقوة رغم نقص أشباه الموصلات ارتفاع أسعار النفط العالمية لتبلغ أعلى مستوياتها في 13 شهرا بسبب البرودة في تكساس إلى هنا انتهت نشاطنا الاقتصادية المفصلة شكرا لتي بالمتابعة اشتركوا في القناة